الوطن العربي المترامي لأطراف مجتمع شاب وفتي فثلث سكانه بين الخامسة عشر والرابعة والعشرين من العمر لكن يحصل أن هذا المجتمع الشاب تسري في أوصاله مشاعر خوف من مستقبل تكتنفه تحديات من العيار الثقيل البطالة والهجرة وجودة التعليم فضلا عن الواقع السياسي والأمني والاقتصادي وسوء الإدارة التي تفضي إلى انتشار محسوبية كل ذلك يقف حجر عثرة أمام قيام الشباب العربي بدوره في قيادة دفة المجتمع والانطلاق بعجلة الانتاج هذا الواقع أخر الاهتمام بالمعرفة في سلم أولويات الشباب فتراجعت نسبة القراءة بشكل ملحوظ بينهم لصالح الانهماك في البحث عن مصادر الرزق لكن في الجانب الآخر لا تبدو الصورة قاتمة تماما إذا ظهرت طورات الأحداث السياسية في العقد الأخير قدرة الشباب العربي على التعامل مع منجزات الحضارة الحديثة وتحديدا مع وسائل التقنية الحديثة التي وظفت في ساحات التضاقر العربية في عواصم مهمة كالقاهرة وتونس ودمشق وبغداد بشكل فعال أسهم أحيانا في إحداث تغييرات في بنية السلطة لكن التعامل مع التقنيات الحديثة اقتصر حتى الآن على استعمال التكنولوجيا وتوظيفها لأغراض سياسية تارة واقتصادية معيشية تارة أخرى دون أن يتطور الأمر إلى مبادرات ابتكارية سواء في المنظومة التكنولوجية نفسها أو في مشاريع تقوم على قاعدة تكنولوجية وسط التسارع عجلة الحياة بمتوالية تفوق نمو الحياة في الدول العربية يثور سؤال عن دور الحكومات بل عن قدرتها على وضع سياسة منهجية تحتوي الشباب علميا ومعرفيا وتطلق يده في الإسهام بدوره الفعال بإنتاج مجتمع عربي معرفي يدور بكفاءة مع عجلة الحياة الحديثة ترجمة نانسي قنقر